تنتهي جو مصر في الأوينة الأخيرة نظم ري حديثة وهو ما عاد بالفائدة على إنتاجية المحاصيل وجودتها وعلى رأس تلك المحاصيل يأتي محصول المانجو بمحافظة دميات كخير دديل على تلك الاستفادة المانجو أو ما يطلق عليها ملكة الفواكه شهد محصولها هذا العام طفرة كبيرة في محافظة دميات طفرة جاءت نتيجة لاستخدام الري بالتنقيط وهو ما تسبب في زيادة إنتاجية محصول المانجو بأراضي المحافظة خلال الأوينة الأخيرة نحن في زراعة المانجو نتبع سبل الزراعة الحديثة الرأي بالتنقيط توصيات مدرية الزراعة في التسمين ومكافحة الأفاد إنتاج إن شاء الله السنة لوفير عن الأعوام السابقة وربنا يأثر السنة الجاية وكون كده الرأي الحديث أحسن من الرأي الغمر على طول بتحكم في السمات في الرأي في موعد الرأي في المية في كل حاجة أنا بحطها هنا برحتي يعني كنت الأول بسقي بحط سمات كتير بحط مية كتير دلوقتي أنا متحكم في كل حاجة في الرأي الحديث أحسن من الرأي الغمر على طول وبالتزامن شهد مركز كفر البطيخ بضميات زراعة أكثر من أربعة ألاف وخمسمائة فدان بمحصول المانجو الذي يحتوي على الألياف الغذائية وأغنيهم بمضادات الأكسادة والفيتامينات منزلة عندنا هنا في مركز كفر البطيخ في جميع النواحي أربعة ألاف وخمسمائة فدان الإنتاجية فيهم بلا استثناء إنتاجية عالية وده كان برضو بفضل اتباع نظم الرأي الحديث وتعليمات معالي الوزير وإن احنا نزلنا في بداية الموسم وقبل الزراعات وكنا بنرشد وبنوعي بتنفيذ الرأي الحديث حتى تم تنفيذ مساحة 6,001 فدان بعدد مزارعين 3,556 مزارع والحمد لله احنا النهاردة بنشوف النتاج والإنتاج عالي ووفير والحمد لله وفي يوم عيد الفلاح بإنهني أهلنا المزارعين بعيدهم وبإنتاجهم إرشادات وتوصيات دائمة من قبل أجهزة وزارة الزراعة للمزارعين هدفها تحقيق نتائج إيجابية تتمثل في زيادة إنتاجية مزارع المانجو بمحافظة دمياط وهو من عكس إيجابا على محصول هذا العام وسامح بتخصيص كميات هائلة من هذا المحصول للتصدير